قصة فيلمنا النهاردة هي قصة حياة فانس بابلي الشخص اللي اتحدى المستحيل وبدأ يلعب كرة قدم من عمر 30 سنة فحين ان العمر ده اللاعبين بتعتزل فيه بس هو بدأ من المكان اللي انتهى فيه باقي اللاعبين ورغم سنه الكبير وإحباطات الأشخاص اللي حواليه لكنه ما يقسش وكمل في مشواره لحد ما وصل وبقى من أشهر اللاعبين في الكرة الأمريكية وقصة حياته بقت مصدر إلهام لكتير من الأشخاص يلا بينا نعرف أكتر عن قصة نجاحه وصعوده من شخص فاشل لأشهر لاعب في أمريكا بيبدأ الفيلم في شهر ديسمبر سنة 1975 في ماتش ما بين فريق بينجلز ضد إيجلز وبيكون فانس بيتفرج على الماتش من المدرجات وبيبقى معاه صديقه تومي وبيخسر فريق إيجلز اللي هما بيشجعوه وبعد 6 شهور في صيف 1976 بيبقى تومي وزميله بيلعبوا ماتش كرة قدم في الشارع على أرض رملية وبيبقى فانس مستانيهم في العربية لحد ما يخلصوا الماتش ولكن لما بيلاقي زميله بيخسروا بينزلوا بيروح يلعب معاهم وبيقدر فانس وزميله إن هما يفوزوا على الفريق الثاني بسهولة بمساعدة فانس وبعد ما بيخلص الماتش بيرجع فانس لبيته وبتكون مراته شارون مدايقة جدا منه وبتقوله إن حالتهم المادية صعبة وهو بيسيبها وبيروح يلعب كرة مع صحابه فبيقول لها فانس إنه بيعمل كل اللي يقدر عليه وبيوعدها إن كل حاجة هتتحسن قريب وتاني يوم بيروح فانس الشغل وبيبقى شغال مدرس ولما بيدخل الفصل بيلاقي مدرسة تانية غيره وبيطلب المدير إن هو يكلم فانس ولما بيروح له بيقوله المدير إن هما مش محتاجين خدماته الفترة دي ولو يحتاجوه هيبقوا يكلموه في التريفون وبيمشي فانس من مكتب المدير وهو زعلان جدا وحاسس بأحباط وبالليل بيروح فانس للمطعم اللي بيشتغل فيه ويتر وبيكون قاعد في المطعم كل أصحابه ومجموعة مشجعين وفي الوقت ده بيشوفوا خبر تعيين مدرب جديد في فريق إيجلز اسمه ديك فارمل وبيقول فارمل إنه هيفتح باب التقديم للاختبارات للجميع وإن كل الناس هيبقى مسموح لها تقدم وبيفرح زمايل فانس بالخبر ده وبيقولوله إن هما هيقدمه وبيسأله فانس إذا كان هيقدم معاهم ولا لأ بس هو ما بيكونش مهتم ولكن هما بيفضلوا مصاممين إنه هو يروح ويجرب حظه وبعد كده بيرجع فانس للبيت وبيلاقي شارون مراته سيباله ورقة وكتباله إن هي هتمشي من البيت وإنه شخص فاشر وما يعتمدش عليه وإنه عمره ما هيعمل لنفسه اسم أو يقدر حتى يشتغل ويجيب فلوس وبتبقى بتطلب منه الطلاق فبيتدايق فانس وبيتعصب وما بيقدرش يتمالك أعصابه وبيفضل يكسر في البيت وفي الوقت ده بيكون المدرب فارمل بيتكلم مع عمراته وبيقول لها إنه الآن إنه ما يلاقيش الشخص المناسب في الاختبارات وإن الاختبارات دي شكلها مش هيكون لها أي لازمة وتاني يوم بيروح فانس المطعم اللي شغال فيه وبيقابل هناك بنت اسمها جانت بيكون أول يوم لها في الشغل في نفس المطعم وبتكون مشجعة كورة متعصبة زيهم بس هي بتشجع فريق العمالقة وبعد كده بيروح تامي يكلم فانس مرة تانية علشان يخليه يقدم في الاختبارات ولكن بيقطعهم زميل ليهم وبيقول إن فانس عمره 30 سنة وإن ما فيش أي نادي هياخد شخص في العمر ده بس بيدافع عنه تامي وبيقوله إن فانس أحسن لعب كرة قدم شافه وإنه أفضل من أي لعب موجود في النوادي الكبيرة فبيقتنع فانس بفكرة إنه يقدم لإنه كده أو كده ما عندوش حاجة يخسرها وبيروح فانس يقول لبابا فرانك إنه يقدم في الاختبارات وبيطلب منه مبلغ مالي لإنه ما معهوش أي فلوس وبيواثق بابا وبيديله الفلوس وفعلا تاني يوم بيروح فانس للاختبارات وبيكون كل المتقدمين في الاختبارات ما بيعرفوش يلعبوه لغاية ما بيبقى فرمل فقد الأمل إنه يلاقي شخص مميز لحد ما بيشوف فانس في الاختبارات وبيشوف أداءه القوي والمميز جدا وبيتصدم كل المدربين من سرعة فانس وبعد الاختبارات بيروح فرمل يكلم فانس وبيتعرف عليه وبيقوله إن أداءه كان قوي جدا في الاختبارات وبيطلب منه إن هو يجيله معسكر التدريب وبعد كده بيروح فانس للمطعم ولكنه ما بيقولش حاجة على الاختبارات وبيتفاجئوا زميله لما بيعرفوا اسم الشخص الوحيد اللي نجح في الاختبارات واللي بيكون فانس وبيفرح كل زميله وبيحتفيله معاه وبعد كده بيروح لفانس ماكس صاحبه وبيديله مبلغ مالي علشان يقدر يدفع المصاريف في المعسكر وهو رايح بيته وبيتمشى مع جانات لإنها تبقى في نفس طريقه وقبل ما بيمشو بيجي صحفي مشهور وبيطلب يعمل مقابلة مع فانس وبعد ما بتخلص المقابلة بيمشي مع جانات وبيوصلها لبيتها ولما بيرجع بتجيله مكلمة من زميله إن مقابلته هتتزاع على التلفزيون فبيروح للجيران يتفرج على المقابلة لإنه ما كانش عنده تلفزيون وبيفضل فانس يتدرب على الجاريه طول الوقت علشان يحس اللي يقته لحد ما بيروح لمعسكر التدريب وبيدخل هناك وبينضم الباقي أعضاء الفريق وبيدخل فارمل وبيقول لهم خطاب تحفيزي كتشجيع ليهم في بداية الموسم وبيأمرهم إنهم يبدأوا تدريبات وكل المدربين وإدارة النادي بيلفت نظرهم فانس بأداءه المتميز وبيباني الغيرة من كل اللاعبين اللي معاه في نفس الفريق وبعد التدريب بيطلع المدرب مع فانس يوري لقوته وبيقرر فانس إنه يسيب الورقة اللي كانت سيبهاله مراته في دولاب التدريب علشان تبقى حافز ليه ويقدر يكمل وينجح وفي الوقت ده الجانات بتتصل بفانس علشان تطمع عليه في أول يوم تدريب وتاني يوم في التدريب فيه شخص بيشتم فانس وبيستفزه فبيتخانق فانس معاه وبيضربه وبيتدخل فارمل وبيبعدهم عن بعض وبعد كده بيرجع فانس للمدينة وبيروح يتمشى مع الجانات وبيقولها إنه لسه مش جاهز يدخل في علاقة بسبب إنه محتاج يركز في التدريبات والمباريات وبتقوله إن هي كمان زي ومش جاهزة وبتسيبه وتمشي وتاني يوم بيرجع فانس لمعسكر التدريب وبيكمل تدريباته مع الفريق ولكن بيكون أبطأ في سراعته من السرعة الطبيعية بسبب اللبس فبيدخل يغير اللبس ويطلع يكمل تدريباته وبعد كده بيروح يخرج مع جانات وبيتقربه من بعض أكتر ولما بيرجع المعسكر بيلاقي شريكه الجديد في القوضة هو اللي كان بيتخانق معاه قبل كده واللي بيكون اسمه ديني فرانكس وفيرمل هو اللي قرر إن ديني يبقى شريك فانس في القوضة علشان يخلي ما بينهم تعاون وروح رياضية في اللعب ومع الأيام بيتراجع أداءه مهارة فانس في اللعب وبيخسر فريق إيجلز ست مباريات قبل بداية الموسم وبعد كده بيرجع فانس لبيته في الحي القديم وبيروح يقعد مع بابا وبيقوله فانس إنه كلم ماكس علشان يرجعه شغله القديم في المطعم مرة تاني وإن الإدارة هتمشيه من النادي بكرة بسبب تراجع مستوى وبيقوله إنه مش عايز يكون السبب في خسارة الفريق وطبعا بسبب اللي حصل ده بيبقى فانس مضغوط وبين عليه الزعل وبالنحية تانية الإدارة بتضغط على فيرمل علشان يطرد فانس من فريقه بس بيفضل فيرمل متردد في القرار ده وتاني يوم بيتم استدعاء فانس وبيروح يقابل فيرمل وبيكون فانس فاكر إن فيرمل هيطرده ولكن فيرمل بيفجأه وبيقوله إنه هيفضل في فريقه لإنه يستحق فرصة تانية وبيمشي فانس وهو فرحان جدا وبيروح يقول زميله تومي على الخبر ده فبيفرح تومي وبيحضنه وبيروحوا لمطعم صديقهم ماكس علشان يحتفلوا ولما بيوصلوا للمطعم بيتفاجئ فانس بإن كل الزميله موجودين علشان يحتفلوا معاه مع عادة جوني هو اللي مش بيبقى فرحان وبيبقى بين عليه الحقد والغيرة وبعد فترة بنروح لمباراة بتجمع ما بين إيجلز ضد فريق كوبويز في شهر سبتمبر سنة 1976 واللي بتكون أول مباراة في الموسم وبيكون فيرمل وفينس متوترين جدا قبل بداية المباراة بسبب ضغط الإعلاميين والمشجعين وبيكون أداء فينس وحش جدا في الماتش وللأسف بيخسر فريق إيجلز وبعد كده بيروح رئيس النادي الفيرمل وبيقوله إنه من أول معاين فينس وهم بيخسروا المباراة في الأول خسروا ست مباراة قبل بداية الموسم ودلوقتي خسروا أول مباراة في الموسم وبعد المباراة كل الإعلام قال إن فينس بابلي ما كانش ليه أي تأثير في المباراة وإنه كان زي التمثال وإنهم محتاجين شباب صغيرة في السن مش راجل عنده 30 سنة وبعد فترة بيرجع فينس المدينته وهو في حالة حزن جديدة بس هو وسائل عربية بالصدفة بيشوف الملعب الرملي اللي كان بيلعب فيه هو وزميله زمان وبيفضل يتفرج على الناس اللي بتلعب هناك وبيجي واحد بيعرض عليه إن هو يلعب معاهم فبيقرر فينس إنه ينزل يلعب مع زميله زي زمان ولما بيخلص بيروح يقابل جانت وبيقضوا وقت سوا وتاني يوم بيصحى فيرمل على خبر في الجريدة واللي بيكون نشره صحفي عند لسان الجمهور وهو إنه لو ماكسبش الماتش الجاي لازم يضطرد من النادي وييجي مدرب تاني بس بتدعمه مراته وبتقوله إنه حتى لو اترد فهي هتفضل معاه ومش هتتخلى عنه وبنروح للمباراة تانية ما بين فريق إيجلز ضد فريق العمالقة وبتروح جانت وكل أصدقاء فينس يتفرجوا على الماتش وفي الوقت ده بيكون فيرمل بيقول خطاب تشجيع للفريق وبيقول لهم إنهم لو قدروا يتعاونوا في المباراة هيقدروا يفوزوا بسهولة وبيقرر فينس إنه يتحدى نفسه وبيطلع الورقة اللي كانت بتحبطه فيها امراته وثبت هاله قبل ما تمشي وبيقرر إنه هو يقطع الورقة وبيبدأ الماتش وبيلعب فينس بتعاون مع كل فريقه وبيقدر يفوز فريق إيجلز في المباراة واللي بتكون دي أول مباراة يفوز بيها من سنين وبعد كده بنشوف الفيديو الحقيقي لفينس في المباراة وكانت الجماهير بتهتف باسمه وفي موسم 1980-1981 قدر يفوز فريق إيجلز بالموسم من خلال قيادة المدرب ديك فارمل وفضل فينس بابلي يلعب مع الفريق لمدة 3 مواسم وبعد كده اعتزل وتجوز من جانيت واستقر في مدينة نيوجيرسي والفيلم بيخلص قصة فيلمنا النهاردة لازم تكون مصدر إلهام لكتير من الشباب ومهما كان عدد الأشخاص اللي بتحبطك ما تيقسش وقاوم لآخر نفس وياك تحط عمرك عقبة في حياتك لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسابسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروى القاضي